سيف كان معقول على قد ما نقدر حاولنا نحافظ على نفسنا بس يعني أتمنى الناس تكون برضو عملت زي ما احنا عملنا احنا عارفنا نحافظ يا رانا بس برات كتير للأسف ما عرفتش تحافظ وحصل لها بقى وحصل لها نمش وحصل لها بيوصل لسكين بيرنز كمان بيوصل لحروق طبعا طبعا طيب تعالي قول نبدأ باي هي الحاجات المدرة اللي بتحصل من الشمس أو من أشعة الشمس خلينا نقول الضرة الضرة فيها فوايد كتير قوي بقى أشعة الشمس الضرة هي الأشعة الفوق بنفسجية العلترا فاليت A و B وبتبقى موجودة في وقت الظهيرة اللي هو مثلا من الساعة 11 ونص للساعة 4 دي الوقت اللي بيبقى مركز فيه قوي الأشعة الفوق بنفسجية لو ما عرفناش نحافظ على بشرتنا وقتها وتعرضنا للأشعة من غير ما نحط وقي الشمس من غير ما نحط نحط كريم ترتيب هيحصل تصبغات ويحصل بقى لأن الشمس أولا بتحفز جدا على إفراز الميلانين والميلانين هي المادة المسؤولة عن تصبغات وهي المادة المسؤولة عن لون جلدي توحيد اللون هي المادة دي اللي بتديك لون عينك لون جلدك فبالتالي لما بيزيد التفاعل بتاعها أو انتاجها انتاجها بتطلع لون زيادة بتطلع لون زيادة فبيبقى عدم توحيد لون بشرة وحتة غمقة وحتة كده فدي من أهم المشاكل الأشعة الشمس بتعملها بلس إن أشعة الشمس الوقت طويل اتعرضت لها من غير برض ما حط الكريمات المطلوبة هتكسر لي كولوجين الكولوجين أول ما بيتكسر بتلاقي طول الوقت وشك تعبان ووشك بدأ يبقى عرضة للتاجعيد كمان إن الشمس بتبخر المحتوى المائي طول الوقت انت بتبخر المحتوى المائي فانت لازم كل ساعتين تحطي موست رايزينج على بشرتك فهي دي المشاكل اللي بتنتج من أشعة الشمس البيجمينتيشن سعادة متوحيد لون بشرة تاجعيد أحيانا بتوصل لسكين بيرنز وأحيانا يعني لما بتوصل للإكستريم بيحصل كمان بعد الشرع الناس كلها سكين كانسري كمان بسبب أشعة الشمس فلازم نبقى حرسين جدا 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 وإحنا قداء وإحنا بنتعرض لهذه الأشعات طيب نحافظ على البشرة إزاي يعني هل فيه روتين معين بنستخدمه فيه منتجات معينة فيه مكونات معينة بنستخدمها عشان أحافظ على بشرتي لازم أستخدم منتج مليان ترتيب يبقى فيه كذا مكون بيشتغل على الترتيب يبقى فيه مضادات أكسادا يبقى فيه فيتامينز يبقى فيه أمينو أسد يبقى فيه مكونات طبيعية تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة كل المكونات دي اجتمعت في كريم الحقيقة أنا شايفاها أنه من أقوى الكريمات اللي تقدر تساعد على توحيد لون البشرة وعلى تغزية وترتيب البشرة وتأشير البشرة من غير أعلاق الجانبية والهو كريم بينكي هنكلم بقى على حتة التأشير دي لأن فيها أقويل كتير جدا لكن تعيي نرجع أو نبتدي بالمكونات اللي بتساعد على الترتيب وتوحيد اللون إيه المكونات اللي موجودة في المنتج اللي بتساعد على ده؟ المكونات اللي داخل كريم بينكي بتساعد جداً على الترتيب زبدة شيا وزبدة كاكاو دول أكتر مكونات بتساعد لي على الترتيب بلس لوحاء السفصاف مادة نباتية طبيعية بتعمل ترتيب المكونات اللي بتساعد على التفتيح عيرق السوس موجود داخل كريم بينكي آه عندي البلو باري توت الباري برضو بيقدر يشتغل على الميلانين وعندي فيتامين سي بيفتح جداً والتلاتة أنتي أكسيدنس أو مضادات الأكساد وعندي شيء أخضر كمان شيء الأخضر كمان من ضمنهم أنتي أكسيدنس وعندي مادة اسمها الساليسين هي المادة اللي قلتي هنتكلم عليها بقصة التأشير من غير الأعراض جنابية فأنتي وانسينك شدلتي الخلايا الميتة وجدتي خلايا بشرتك أكيد هتتفتحي أوتوماتيك تعالي نرجع لحتة الديتوكس أو الانتي أكسيدنس عشان برضو الناس تبقى عارفة عن إيه أنتي أكسيدنس إحنا تكلمنا عن موضوع ده قبل كده كتير بس نرجع نفكر حضراتكم إحنا الجسم أو الجلد بشكل عام بيطلع سموم الانتي أكسيدنس مضادات الأكسادة هي اللي بتقتل السموم اللي بيكون موجودة جوه الخلايا دي طبعاً الانتي أكسيدنس يمكن مع التقدم في السن طبيعي أن البشرة بتتأكسد مع أشعة الشمس البشرة بتتأكسد وانس أن البشرة بتطلع حاجة اسمها الفري راديكلز أو الخلايا الحرة الخلايا الحرة دي اللي بتغمأ بتخلي الوش طول الوقت باري ضل بيل جداً مهما حطيتي ميكب برضو فعلاً الشكل بمش بيبقى حلو الخلايا الحرة بتخلي الوش على طول بيجاعد بدري بدري فلازم أستخدم كريم مليان مضادات أكسادة أنه يقدر يلتهم الخلايا يحجمها ما تشتغلش وده بتحقق في كريم بينكي طيب خلان نوصل دلوقتي للتأشير على معتقل التأشير معروف أن أنت بتعاضي في البيت ما بتتعرضيش للشمس خالص لأن الجلد بيتأشر وساعات بيبقى العملية أو بتبقى العملية دي مجهدة شوية على الناس وساعات لو اتعملت غلط بتعمل مشاكل كتير وبالذات أصحاب البشرة الجفة هم أكتر بشرة بيعانوا جيدة من قصة التأشير والحساسة هم أكتر بشرة بيعانوا من قصة أنا خايف أعمل تأشير معاني التأشير مهم جداً لازم طول الوقت أشيل الطبقة اللي أنا مش عايزاها عشان طول الوقت وشي يبقى فيه جلوميج ونظارة عملنا إيه في كريم بينكي حطينا جواه مادة بتعمل تأشير من غير ما تحس إن وشك بيقشر مادة بتعمل تأشير وبتعادل الترتيب يعني مادة السليسين دي بتستخرج من لحاق السفصف لحاق السفصف أنتي انفلاماتري من مضادة الإلتهاب ومادة مرتبة وعندي زبدة شيا وزبدة ككاولي يعني وانسناك عملتي تأشير بكريم بينكي مش هتحسي بتأشير وهتلاقي بشرتك أصلاً فيها ترتيب عالي جداً فطبعاً بينكي مناسب جداً لأصحاب البشرة الجافة والحساسة بالنسبة للتأشير ما إلقوش ويستخدم يومياً ما نخافش أبداً والبشرة الدهنية والبشرة المختلطة ده مناسب ليهم ولا لا؟ البشرة الدهنية بتخاف جداً منها تجرب أي كريم وده حقها طبعاً لأنه قريدي وشها على طول فيه سيبم وفيه أويلز وده بيسد المسام وبيعمل لأحبوب فلو استخدمت كريم تقيل شوية مش بيمتص هيتراكم وهيعمل لأحبوب وهيلم التراب بالأخر بالبلد فطبعاً كريم بينكي هايل ده باست تشويس للبشرة الدهنية لأنه بيحتوي على الشاي الأخدر طبعاً أصحاب البشرة الدهنية هم عارفين أنهما بيجروا على منتجات فيها شاي أخدر فده اتحقق بكريم بينكي مع الفيتامينز اللي هي محتاجاها مع الأنتي أكسيدانت الشاي الأخدر هو اللي بيصحب الدهن الزيادة والتراب الزيادة اللي بيخليه الشاي يلزق ويطلع لأحبوب فطبعاً أصحاب البشرة الدهنية يستخدموا كريم بينكي مفيش أي مشاكل هو فيه مفهوم غلط بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية دايماً يقول لك إيه أنا مش هستخدم كريم عشان أنا قريدي وشي رطب مع أن لأ هو أنت محتاج رتوبة أو محتاج أن أنت تعمل هايدريشن وترتيب زيك زي أي نوع جلد تاني صح طبعاً بالنسبة للتي زون الناس اللي عندها الجزء ده اللي هو الدهني والباقي كله جاف برضو قدروا يستخدموا كريم بينكي هايل جداً وكمان البشرة المختلطة والدهنية بتلاقي طول الوقت هنا فيه بلاك هادس طبعاً نقدر نستخدم كريم بينكي لأنه بينظف تنظيف عميق مع سابونة بينكي كمان يعني أنت لما تعمل الميكسينج اللي تتم مع بعض هتلاقي تنظيف حلوة قوي قوي هتلاقي تفتيح حلوة قوي قوي وهتلاقي نتيجة من الأول يعني مهم أن أنا لما يجي أستخدم كريم ما استناشت 3 شهور عبال ما يشوف نتيجة أنا لو استخدمت كريم من أول شهر ما شوفتش نتيجة هاركنه لأن أنا طول الوقت الستة عايزة تلاقي نتيجة عشان يديها حافظ أنها تكمل وده تحقق الحقيقة بكريم بينكي طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جداً أنه قبل ما بنحط أي كريم لازم يكون فيه تنظيف سليم للبشرة قبل ما نضيف الكريم أو نحط الكريم على وجهنا وحقولك بردو هسألك في آخر الفقرة إمتى نقدر أننا نضيف بينكي بس إزاي قدر أنضف بشرتي بشكل سليم عشان يتم امتصاص الكريم بشكل بردو سليم كنت على طول بقول يارانا أن أنا عشان أستخدم كريم بينكي لازم الوش يبقى نضيف فأبعا كنت بقول أننا نستخدم الغسولة ومناسب لطبيعة بشرتنا لأ أنا هستخدم صابونة بينكي صابونة بينكي أثبتت مجاح كبير جداً لأنها صابونة طبية مكوناتها طبيعية ما فيهاش كاميكل صابونة معمولة بفيتامين إي ومعمولة بالأوليف آيل اللي هو زيت الزادون ومعمولة بزبدة شيا طبعاً هي دي اللي احنا شايفينها على الشاشة يا رانا أول صورة نزلت معنا دي الصابونة اللي بالفحم اللي بالفحم دي مكتوب عليها دي توكسفيكيشن يعني بتزيل كل السموم من على البشرة والخلايا الميتة دي مناسبة لجميع أنواع البشرة أستخدمها قبل ما أستخدم أسحى منهم أخسر وشي وحط كريم بينكي عايزة كمان لما روح أزيل الميكب بيها هتبقى حلوة جداً عندنا كمان صابونة لأصحاب البشرة الدهنية المروكن كلي أو الطامي المغربي الطامي المغربي حلوة قوي دي المروكن كلي دي أي ستة بتتفرج عليه بشرة دهنية على طول لما تيجي تعمل أوردر بكريم بينكي هتعمل بدي اللي هي الطامي المغربي لأنها بتنظف تنظيف عميق وبتشيل كل الزيوت الزيادة والدهون الزيادة عندنا كمان بالعسل والشوفان لأصحاب البشرة المختلطة وعندنا كمان لأصحاب البشرة الجافة جداً والحساسة جداً تعمل أوردر بالويت جرم أيل اللي هي الأكس عدريش جنيل الأمح جنيل الأمح دي بتعمل ترتيب زيادة فيه كمان صابونة تنفع جداً اللي هي صابونة صابونة للأكسترا برايتنس للتفتيح الزيادة صابونة بالعرق السوس والتوت ودي نفس المكونات اللي بتفتح في كريم بينكي والصابونة دي مناسبة لجميع أنواع البشرة أنا فاكرة مرة كنت قلت يا دينا كمان إنه ممكن نجيب الحاجة لتلاقي مبشرتنا بس فيه صابونة زيادة اللي لازم دايماً تكون موجودة اللي هي آخر صابونة أنت تكلمتي عليها هي دايماً نجيب اتنين اتنين أولاً أسعارنا حلوة قوية يا رانا السعر مناسب جداً جداً لكل فئات اللي بتتفرج علينا من الستات والبنات وأنا بنصح أن أنا أستخدم الحاجات دي وأخليها معايا في الترافل سات أو في قد النوم على التسريحة كلايف ستايل وكوقاية مش لازم أن أنا أستنى إيه ده ده وش يتملع تجعيد ده وش يتملع تصبغات هو هايل التصبغات تبتدي بعد كده التجعيد هو هايل أنه بيعمل حماية من ظهور التجعيد تجعيد السطحية كريم بينكي بيحلها كويس أو التجعيد العميقة وعايز حلها